اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من كلام بيروت ضيفنا اليوم في الستيديو مباشرة على الهواء الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات صباح الخير اهلا وسهلا بكم بكلام بيروت اهلا بكم اصعد الله صباحكم وصباح المشاهدين الكرام يا اهلا بكم كل اليوم الصحف الصورة الرئيسية هي لقاء الرؤساء الثلاثة مع الموفد الروسي للبحث في المقترحات الروسية لعودة النازحين الكثير من المعلومات والمعطيات حول هذا الموضوع وايضا يعني يمكن البحث في موضوع الالية والخطوات اللاحقة رح نتابع نحن وياك العملية العسكرية التي جرت مؤخرة من قبل الجيش اللبناني في منطقة بعلبك الهرمل موضوع الارهاب موضوع الامن في البقاء عموما والانماء الى جانب هذا العنوان موضوع الحكومة اللي قيل في نوع من الاجابيات حوله ولكن ما في شيء واضح الى حد الان رح نتابع معك ايضا في القسم الاخير من كلام بيروت ما جرى في سوريا في السويداء تحديدا مؤخرا والشأن الاقليمي والتهديدات بين ايران والولايات المتحدة الامريكية رح نبدأ نحن وياك هذه الحلقة اليوم بصورة من صحيفة المستقبل الرؤساء الثالثة لدى استقبالهم الموفد الروسي في قصر بعبدة وتناول طبعا كما ذكرنا البحث موضوع المبادرة الروسية وبعدها كان فيه لقاء بين الرؤساء الثلاثة موضوع محل الحكومي وايضا موضوع النازحين السوريين هذه المبادرة الروسية شيخ عباس الجوهري شو بتقول عنها في هذه المرحلة تحديدا نحن بحكومة تصريف اعمال حصلت القمة بهلسينكي بين رئيسين ترامب وبوتين وكانت هذه المقترحات لا شك ان الدور الروسي اليوم لديه قوة ورافعة كبيرة بعدما اخذ توافقا امريكيا حول لعب دور ليس فقط في مسألة النازحين وانما اصبح صاحب اليد الطولة في سوريا وفي المنطقة بدنا ما ننسى كمان ان الروس لديهم تفاهم نهائي حول امن اسرائيل يعني لم تأخذ روسيا هذا الدور لو لم يكن هناك توافقا دوليا واهم نقطة بالمنطقة هون ما حد بيبلش الا من الاحتفاظ بهذه الورقة وهي امن اسرائيل وهذا الدور الجديد اعطى زخما لاطلاق عملية اعادة النازحين وترتيب الاوضاع في سوريا وبتقديري ان الروس لديهم القدرة لانهم قادرين على الضغط على النظام وعلى كل الاطراف بمن فيهم الاطراف المشاركة في الحرب السورية كما ايران الضغط على النظام والتفاهم مع باقي الاطراف الامريكية والاوروبية عندما استطاعت قمة الرئيسين بان يعني تعطي دورا روسيا او يعني هناك قول ان الامريكان يعني قرروا ان يعطوا الروس هذا الدور واصبح الدور الروسي مرحبا به من كل الاطراف على الارض في سوريا الان بدأت اليد الطولة تكون او الكلمة العليا تكون للروس فقط بعد تراجع الدور الايراني والملفات الشائكة له في المنطقة بدءا من العقوبات القادمة اليه الى مطالب اسرائيل الدائمة في اخراجه مئة كيلومتر من عن الحدود تصبح روسيا هي صاحبة الكلمة الفصل لكن نحن بحاجة الى ان نستفيد من هذه اللحظة والروس دولة يعني لديها القدرة على فرض يعني مش بس انه يكون عندك مبادرة بد يكون عندك الالية التنفيذ الروس لديهم هذه الالية لما لديهم من قدرة على فرضها لكن ما حدا بيقدر يرجع السوريين بدون عفو عام في سوريا لانه كثير من النازحين ممكن يكونوا هربوا من الجيش او ضد النظام اذا هيدا ترافق مع تحولات في الداخل السوري لا يستطيع احد فرضها الا الروسي لذلك نحن في اجواء اقامة عفو عام في سوريا انا هام دغري بدي اجي على الموضوع اللبناني لقول انه نحن كمان بحاجة دائما للمطالبة بعفو عام لهذه المرحلة الطويلة اللي ما رأيت وهيدا مطلب بقاعي صار لانه بتعرف اليوم الاجواء اللي صايرة وما بيصير بعد نحن نتضحك عن الناس قبل الانتخابات ونوعدهم بوعود وننساهم فيما بعد الاستقرار بده تفاهم حول تكامل لذلك لما نحن منطالب بالعفو العام مثل اي منطقة تريد ان تهدأ لابد ان تقدم شيء يهدئها ويعيد ترتيبة وتنظيمها من جديد طفا اتحدث عن موضوع بعلبك بالتفاصيل بعلبك الهرمي اللي بيقاع بشكل عام من موضوع الامني مثل ما ذكرنا وهو موضوع العفو عام ولكن بالعودة لموضوع النازحين السوريين ذكرت انه بدك الروس اعلن انه هناك ضمانة من قبل الروس لهذه العودة الامنة والطوعية الى مراكز مش انتظار عملية اعادة اعمار الى مراكز محددة لعودة هؤلاء النازحين وبالتالي السورة الروسية ستكون على المعابر وايضا في هذه المناطق اللي تكفي هذه الضمانة هاي دي لحالها هاي دي جزء من مجموعة تعوامل اللي يجب ان تتوفر الروس بدأوا ياخدوا المعابر الحدودية واللي صار من فترة يعني كشف انه الروسي اخد ارار بانه يلتزم كل المعابر الحدودية وهناك طلبات من اسرائيل مقدمة الروس انه في منع التهريب السلاح ذهبا وايابا وخصوصا الصواريخ لذلك الروس ملتزمين بهذا الامن الاسرائيلي وملتزمين كذلك في ترتيب الوضع الداخل السوري ولا احد يستطيع ان يقوم بهذه المهمة سواهم لانهم وحدهم القادرين على الضغط على النظام السوري لكن عودة النازحين بحاجة الى اكثر من استلام الحدود بحاجة الى حوافز لاخراجهم هاي الحوافز مالية وعلى الدول الكبرى انه تتنبه انه عودة النازحين بده ميزانية خاصة لانك الفرد هده اللي حد تقوله بدك تروح بدك تأمن له امنه هده الروس اذا امنوا من خلال عفو عام من خلال منع النظام من ارتكاب اي يعني محاكمات اتنين بدك تأمن له ذهبه وذهبته يعني لذلك في اموال يجب ان من المجتمع الدولي هذا الكلام ما جاء بصحبة المستقبل اليوم انه نحن نتحدث اليوم عن مقترحات عن خطوة اولى تليها الكثير من المراحل ومنها تشكيل لجنة كما جاء اليوم بصحبة المستقبل وكل الصحب لجنة لبنانية روسية اذا صح التعبير وبالتالي ما هتكون سياسية هي لجنة امنية لوجستية يعمل لبنان عليها والاسبوع المقبل قد يظهر شيء من هذا القبيل تقول صحبة المستقبل انه هذا التفاهم والتعاون مع المجتمع الدولي بحاجة ايضا من ضمن بنوده مسألة تمويل اعادة موضوع البناء التحتية بسوريا وايضا المساهمة في اعادة الاعمار وحددت خارطة الطريقة الروسية المقترحة ايضا اللي عادت النازحين انه في ست ملايين تسعمائة الف نازح بخمسة واربعين دولة كما ذكرنا منذ بعض الوقت ولكن من لبنان يعني حوالي تسعمائة الف حوالي المليون اذا بدنا نقول اقل شوية يعني الارقام بتعلى شوي بتوطى شوي بالاخير الخطة اللي بدت تروح لتنفيذ هذه الفكرة بدت تتوفر فيها كل العناصر منها التمويل ومنها الامن لهؤلاء اليوم المشكلة انه السياسيين بلبنان ما بنسمعهم الا بدون يستسمروا هذه العودة بفتح العلاقات مع النظام السوري ما بيعني لهم من كل جراحات الناس من كل الضغط الاقتصادي على الواقع اللبناني الا انه كيف بدك تحكي الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لانه الروسي اليوم يتولى هذا الامر وانا قطعنا تمطي هذه الصفحة لان الروسي قال كلمته انه انا صاحب اليد الطولة وبالتالي يستطيع الضغط على كل الاطراف وما بقى هذا بده يفوت عودة النازحين بالبزارات السياسية وهذا هو الافضل والاصلح لذلك على اللبنانيين ان يعني يتلمسوا الخطوة الروسية ويباشروا بايجابية لصناعة يعني خطة عمل هادئة لانه نحن بدنا ننهض باقتصادنا هذا يريح الداخل اللبناني شيخ جوهري يسحب هذا الملف من السجال مثل ما ذكرت بس ما في حدا يضغط على النازح السوري للخروج والكلام عودة امنة وطوعية اها امنة وطوعية وفي حوافز للنازح انه يرجع يلاقي فرش يقعد عليها يعني كمان ما بدك تحطه بالعراء يعني لذلك الخطة الروسية انا بتأديري بشكل عام عادة الى المنطقة وهو مرحب به يظهر دوليا بعد الاتفاق الروسي الامريكي واسرائيليا نعم على كل حال وهيدي لغة المحاور وانه الروس هم في محورهم وهيدي خلصت يعني اللي حالناس اتفيق انه الدول الكبرى ما بتتموقع بتتموقعات وبتتمترس بتتمترسات نعم واضح فيه تفاهم روسي اسرائيلي ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ملتزم بيكون عنده زيارة ولقاء مع الرئيس بوتين هناك ارتياح كما جاء بصحيفة الجمهورية اليوم من قبل رئيس الجمهورية الرئيس سعد الحرير وايضا الرئيس نبيه بري لهذه المبادرة الروسية كما جاء بالمعلومات انه لعودة النازحين بانتظار لاحقا متابعة كل الخطوات اللاحقة بالجمهورية ايضا حددت عدد من النقاط في هذه المبادرة تأسيس لجنة من لبنان والاردن وتركيا للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي ابلغ الوفد الروسي الدول المعنية بالمنطقة نموسكو نسقت مع الحكومة السورية ولديها ضمانات كنا عم نحكي عن هذا الموضوع عادة العمار في سوريا البناء التحتية المدمرة تحتاج الى دعم مالي تم طلب من الامريكيين والاوروبيين هذا الامر وايضا في مراكز اقامها الروس الاولى وهذا هو الاهم ليس الانتظار لوقت طويل وستكون هناك عدة نقاط عبور تمر عبر الدولة وبإشراف الروسي يعني هاي دي النقطة المهمة والجوهرية اللي ان شاء الله بدأ تروح المنطقة لها لتتنفس الصعداء بعد هالعقد من الزمن اللي ضغط على كل الواقع اللبناني في المنطقة وان شاء الله تكون حل جيد للازمة او بداية حل للازمة السورية وبداية تغير في منهجية النظام السوري في قبول يعني التغيرات اللي حصلت في المنطقة يعني ما يفكر حاله انه هو هو ربح هاي دي هون هون في عنا اشكالية هون السؤال ما بيسألك نحن قطعنا مرحلة هذه الحرب في سوريا واليوم يبدو انه النظام هو من سيطر تقريبا على كل المناطق السورية وبالتالي قادر اليوم حتى الروسي يتفاوض او يضغط لانه هو على الارض هون نحن في عنا اشكالية لفهم الانتصار والسيطرة ما في شك انه الدولة السورية الذي يرأسها هذا النظام هي الدولة اللي يعني اعطيت جرعة من النشاط بهذا النظر ما ندعم ما ندعم ولكن اي بس مع تغيير سلوكها يعني ما بتزبط مش هيقدر يعني النظام السوري يرجع يعيش متل ما كان عيش هذا التحول التحول بالعقلية ويمكن نشهد فيما بعد حتى الروسي تحول في اشخاص النظام يعني خلص ما تم سلم النظام السوري اوراقه لللعب الدولية اصبح مجبرا على تقبل كل شيء ويمكن يكون في جعبة الروسي فيما بعد لاحقا لاحقا انه التسوي العامي في سوريا بين المعارضة والنظام يكون في تقاسم صلاحيات يكون في الذهاب الى هذا في اطار الحل السياسي بالاخر لا بد من الوصول الى حل السياسي ولا احد يستطيع فرض الحل السياسي الا صاحب اليد الطولة العسكرية والامنية في سوريا وهم الروس اليوم نعم دكتور نديم الملة مستشار الرئيس الحريري كان بتصريح عندما تم الاعلان عن هذا الموضوع يقول انه موضوع النازحين وان طرح التواصل مع النظام وذكرت اشارت لحضرتك الى هذا الكلام بات وراءنا وانه وضع هذا الملف على السكة باتار لاحقا على الحل الشامل اي يعني برجع بقول انه الروس هم القادرين على ضمانات لكل الاطراف في فرض ما يمكن ان يتفق عليه غير الروس مش قادر لانه ما عنده كل الاوراق الروسي يطمأن الى هذا الدور حقيقة يعني الان الى جانب بذلك هون كان في ترحيب من كل الاطراف في هذا الدور الى جانب ما هو المطلوب من المجتمع الدولي ما هو المطلوب من لبنان اليوم نحنا ذكرنا نحنا بحكومة تصريف اعمال ويقال هذا قد يكون عامل لتسريع موضوع تشكيل لحكومة اكتر من اخراج الملف من المناكفات السياسية ما بيقدر ربما لا ماليا ما هدا يفكر انه بيقدر ولا امنيا لا بيقدر يفرض شي وما حدا يعطل ويقول انه هدا الملف بده يستثمر لاعادة العلاقات بين الحكومتين وبينما اللي بده يعمل علاقة مع النظام السوري ما حدا ريده كل الناس بتروحوا بتجيوا ويتصطفل لكن الحكومة لها معاييرها وإلى الضوابط قبل ما تنجلي الصورة في سوريا ممكن يكون عامل سلبي الانفتاح على سوريا لكن مش حرام يعني فيما بعد يمكن ان يكون للحكومة اللبنانية هناك تواصل حالية نعم يكون للحكومة اللبنانية مصالح في التواصل مع الحكومة السورية وهذا شيء امر طبيعي وبكرة ما حدا يتفاجأ يعني الحكومة القادمة الحكومة بدأت تنفتح على ملفات المحيط ومع الامر الواقع المحيط حضرتك من منطقة البقاع وطبعا هناك الكثير من النازحين السوريين وحضرتكم على الحدود وهذا النزوح في كل لبنان في قلق عند النازحين اليوم بالسوريين انه منهم من فتح شغل منهم من استقر وبالتالي منهم من كان قبل النزوح فيه اشكالية في هذا يعني موضوع دقيق جدا طبعا لذلك بده مقاربة بعقل هادئ وبعني روح منفتحة ببعد انساني لكن شوية حوافز بتنقله يعني السوري ما بيعني يريد العودة يعني ما في مشكلة عنده لكن بدك تأمن له اول شي امنه حتى لا يذهب الى السجون والى المعتقلات اثنين انك تأمن له يعني مكان يلجأ اليه مخيم وخيمي وفرشي اما انه في العراء ما في ما بتصور في حدا في يلزم السوري الخروج بدون تقديم حوافز للخور فنا نتحدث عن موضوع المجتمع المضيف المجتمع اللبناني المضيف للنازحين ويمكن اوضاع المجتمع اللبناني المضيف تشبه اوضاع بعدد مناطق يعانون من عبق والعبق كان على كل لبنان يجب يكون فيه خطوات ايضا للناس اللي استقبلت اللبنانية يعني مفترض انه المجتمع الدولي مثل ما ساعد تركيا وتركيا اقتصاد متقدم مش مثل اقتصاد المنهار انه يلتفتوا انه نحنا حملنا اعباء عدم وصول هؤلاء النازحين عبر البحر اليكم ايوة لذلك يعني بنظرة موضوعية على المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي تحديدا لانه هن كانوا يعني الممر الطبيعي او المقر للنازحين انه يتقدم بمساعدة لبنان خصوصا ان لبنان يعاني وهم يعرفون التقارير الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي في لبنان انه على شفير خطر ما بدنا نخوف كتير بس منه سهل لذلك على المجتمع الدول والاتحاد الاوروبي انه يتنبهوا لضرورة دعم الاستضافة هؤلاء وكيف يمكن ان يقدموا يعني ما يعني يسكر هذه الفجوة الكبيرة في الاقتصاد اللبناني نعم رح انتبع معك استاذ سمحت شيخ عباس الجوهري هذا الحوار ننتقل الى منطقة البقاع بعلبك الهرمي الموضوع الامن ما جرى مؤخر من عملية عسكرية التحرك لدى الاهالي على الارض بعد التوقف مع استراحة اولى ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات منطقة بعلبك الهرمي وقبل فترة والبقاع بشكل عام حكي عن خطة امنية جديدة وقيل انه هذه المرة ستكون ستكون مختلفة عن الخطة السابقة بالبداية حضرتك بالبقاع لمستم هذا التغيير بموضوع الخطة الامنية اول شيء موضوع الخطة الامنية هي كان مطلب بقاعي مطلب للأهالي البقاعية نعم لانه فوضى الفوضى اللي يعني نشأت في البقاع كانت مرعية من بعض الجهات لذلك لما صارت الوضع انفلت عن عقاله كان لابد من المطالبي وكان كل العقالاء طالب وما حدا ما هي مشكلة فيه رفع الغطاء هون النقطة هون بدنا نقول شو يعني رفع الغطاء يعني كان مغطة هاي دي هاي دي هاي دي الشي لازم نفهمه اي بس انه مين كان مغطة عدم الامن والاستقرار وهلأ ليش رفع الغطاء هاي اسهلة نحنا كنا قبل حادسة بريتيل كنا منقول انه رفعوا الغطاء او حطوا الغطاء ماشي الحال نتجاوز كيف كانوا يغطون وكيف رفعوا الغطاء اما اليوم في سؤال اخر انه لماذا من رفع الغطاء بالامس سمح او اعطى معلومات يمكن تكون اودت بالجيش الى ان يستعمل الافراد في القوة واللي نحنا شهدنين نحنا ما في حدا عم بتورطه الجيش انا بتأديري فيه توريد انا بتأديري فيه توريد للجيش لانه الجيش ضحية متل ما البقاع عمد كان ضحية ابد ايه طبعا لانه يمكن يكون فيه معطيات ومعلومات اعطيات خطأ خطأ لانه هالاول اللي استعملت لازم يكون فيه قدامها ميليشيا بمستوى جبهة النصر او بسبعة عشر بيت مش اكتر ما بدهم الف وخمسمائة عسكري ما بدهم طيران لنوضح الوقائع العملية العسكرية قدت الى مقتل سمي اسكوبار البقاع علي زيد اسماعيل لانه في موضوع تجارة المخدرات في موضوع اسلحة وعنده مجموعة وتم القاء القبض على العديد وبالتالي ايكون هناك خلية ستفتح النار على الجيش او انه الجيش يتوقع يكون هناك هجوم عليه استاذنا الكريم هذا كله مبني على معطى من اعطى هذه المعطيات لقائد الجيش بدون المعطى هو مش على الارض لحتى يعرف كأنه في هالمجموعة هالأد حجمة او مش هالأد حجمة اذا في حدا لازل ما بنقول نحنا بدنا تحقيق شفاف شو التحقيق شفاف مطلوب تحقيق طبعا في ارواح زهر يعني اهرقات انه في مطلوب وفي ملف ما حدا بيتبني ابدا لكن في ناس ابرياء قتلوا في هذه المعركة العنيفة وفي استعمال مفرط للقوة هيدا سؤال مشروع ونحنا كلنا تحت الانون بدي اكد لك انه البقاعيين كلهم مع مشروع الدولي ما حدا بعد ما بيعتبر انه فلسفة وفكرة الدولي مهيد مقدس في ناس خارجين على القانون في خارجين على القانون في ناس بتنجر مخدرة ايه بس هؤلاء مرتكبين جرايا هؤلاء ضحايانا لأنه نحنا محملنا لهم بدي احكي عن كلمة الرئيس الحريري قبل ولكن شو هو المطلوب من الجيش المطلوب من الجيش القوى الامنية تطبيق الامن وتنفيذ القانون ولما عندما يقوم بهذا الشي منقله اغلطت في هذا المكان بنفتح تحيق شفاف يعني في شي بحية مالجيش هو مثل الطبيب بتطلب من الطبيب بيصححك ويعمل لك عملية جراحية عملية بدى بدى يعني اثنين سنتي ما فيك تجي تفتح الجسم بفتحة كبيرة يعني انا عم بتوسل فيك طبيب الجيش هو مؤسسي مجمع عليها ومحبوبي عن كل اللبنانيين وما بدنا حدا يدق بقدسية هذه المؤسسي لانه لازالت بعيدة عن الطائفية وبعيدة عن الفساد بالعقلية اللبنانية لكن كمان من مصلحتنا للحفاظ على صورة الجيش ان نطالبه بفتح تحقيق شفاف وبكرة بالاخير كمان في ناس من المتضررين بدى يقدموا دعوة في قضاء نحن ببلد السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة السياسية هيك مفترض لذلك انت فيك تقدم دعوة على الدولة وممكن فيه او ارواح من مسؤولية في ناس ابرياء ام هني من المجموعات يلي كان يتوقع ان تقوم بهجوم على يا خي هذا الشاب اللي هو مطلوب امه شو دخلها لماذا تقتل في هي طالعة وراء ابنها بالسيارة لا معها سلاح ولا اصلا ما احد استعمل سلاح يعني عادة لما بتجي الدوريات كبيرة بيهربوا من طريقها ما بيواجهوها بهذه الطريقة لذلك هني وهاربنين اطلق عليهم ما بدا هالقاد يعني كنا فينا نجيبهم المهم المعلومات اللي وصلت لمن قرر في استعمال يعني القوة المفرطة هون التحقيق بدنا يا مين اللي عطاهن هذه المعلومات غير انا بتأديري مجانبي للحقيقة هودي بالاخير انتبه هودي بالاخير ضحايانا نحنا تركناهم دهرا وجئنا اليهم شهرا نعم ما بيصير يعني 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 بعتقد قائد الجيش العماد جوزاف عون وموجود والجيش موجود بالبقاع ونحنا بتموز وتحرير الجروت الانتصار حصل في هذا الشهر وبالتالي يدرك ميدانيا تفاصيل هذه المنطقة برجع بأكد لك انه في معلومات مقابرة هذا الحكمة عند قائد الجيش هذا متفق علينا ما في شاك ونحنا ما يعني لما بيحكي عن موضوع الجيش الجيش محل مقدس بعقلية كل اللبنانيين لكن برجع بقولك انه لا يسى احد فوق القانون اذا كان هناك مطغرة كلنا تحت القانون فالذا كنا يعني بدنا نعالج بدنا نخلي الجيش هو امل اللبنانيين نعم وانا بتأديري انه انه بارح تصريح الرئيس الحريري عن الموضوع مقاربته للموضوع مقاربة جدا واقعية يعني لما اللي توجه للمنطقة بكثير من يعني الكلمات المحترمة لابنائهم هاي ابناء ابناء قاودي الرئيس الحريري قال من اصر بعبده بعد دقاء انهار الاربعة ويقول انه موقف السلطة السياسية من المؤسسة العسكرية دايما موحد ونحن مع الجيش في اي عمل يقوم به وهون ما حصل من ردة فعل اهالي بريتال يلي هني اهلنا والدورة الربنانية مسؤولة عنهم انما لابد يعني في بجانب ما من ملاحقة الخارجين عن عن القانون وهون الكلام تلك المنطقة كانت متروكة لفترة طويلة ومن دون اي عمل اقتصادي جدي كما منطقة البقاع والشمال وعكار بشكل ما هادي المشكلة انو نحن بدنا نطلع لأولادنا الضالين كيف نرجعهم الى حب نحن ضد الجريمة لسنا ضد المجرم 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 بدك تدرس ليش راح لها بهذا ما هادي مسؤوليتنا ما هادي لازم نحن نتحمل مسؤوليتها الدولة تتحمل مسؤوليتها الأحزاب تتحمل مسؤوليتها انو هادي الشاب اللي عمره 30 سنة طيب عشرين سنة مرت هو فيه كنف هذه الأحزاب وفي هادي المنطقة ليش ليش ما انتو ما عندو شغل وما عندو شغل وما انتولو اي فرص عمال شو بدك نيايا عمال وهلا نحن جايين على محطة محطات انو هادي المنطقة شو الزراعات اللي ممكن تطلع فيها ومعروفي تاريخيا اليوم ما من حكى عن تشريع الزراعة قرروا زراعات بديلة وعمدها عشرين لذلك العودة الى هذه الزراعة بطريقة قانونية تحت مراقبة الدولة واخذ المنتج الى شركات الادوية ممكن انو يعني يعطي امل للمزارع في انو ما يطلع عن الانون باي صورة من الصور ويوصل اليه بعض حقوقه لذلك نحن ما فينا نتقدم بخطة امنية بدون ما نمشي معها بخطة انمائية والخطة الانمائية بدها عفو عام حاش بقى نهرب من هذا الموضوع بدكن استقرار بلبنان ما في مشكلة بالذهاب الى عفو عام نحن عفينا عن ابو مالك التلي وعفينا عن عن ارهابيين مش مشكلة هلأ اذا جينا نحن اذا كان هذا العامل اللي بيخلي المطلوب والمطلوبين يرجعوا ليفوتوا الى كنف الدولة ولا حضم الدولة ويقلعوا عن اعمالهم اللي عم يقوموا فيها لازم نروح نحنائلها الرئيس الحريري ايضا لنتابع اكد ان الحل في هذه المناطق وخضرتك عم تحكي عن الموضوع ليس عسكريا فقط انما انمائي وعمل انمائي جدي حقيقي بعيدا عن الشعارات من العناوين اللي عمد السنوات كانت تطلق ويقول انه كرسنا عبر مؤتمر سادر مبالغة كبيرة لهذه المناطق المحرومة بسلسلة مشاريع ولكن تنفيذ يعني هو الاهم الناس ما بقى فيها تحمل بكل المناطق طبعا يعني انا بقول لرئيس الحريري ميستو انه بيقبل الانتقاد حتى من معارضيه يعني حقيقة الشي المهم فيه انه انا بختلف معه بشي وباتفق ما بيصير اللي بيختلف معه عدوه وبالتالي بيخرجه من دائر التفكير واهتمامه منطقة اللي بقى بده مقاربة جدية جدية لانه هي يعني المطرح اللي ممكن يخرب كل الواقع اللبناني وممكن هو يصلح كل الواقع اللبناني لذلك انا بتقديري انه موقف جدا حكيم ومسؤول مقاربة البقاع انه نحنا بدنا نقدم خطة انمائية للبقاع وان شاء الله انه متل ما تفضل يعني انه مؤتمر سادر يكونوا خصص بعض المشاريع من اقامة سدود من اقامة بنا تحتية لانه البقاع مزري فرص عمل لانه وبالتالي سوف يؤمن فرص عمل برجع اباكد عليك انه موضوع تشريع زراعة الحشيش او الجانب هو جزء لا هيدا بيأتي باموال شرعية وقانونية لمنطقة البقاع للمزارع في منطقة البقاع اذا احسن اقامة مؤسسة شبيهة بالرجال للتنظيم من الموضوع وما تروح بالمحاصصة كمان عبكرة المزارع ما بيطلع له شي متل ما بموضوع التبغ اليوم المزارع يعني في ناس اصحاب رخص وفي ناس بمزارع بتشتغل وبتتعب واخر شي بيتقاصهم صاحب الرخصة لازم يكون في مؤسسة حكيمة ومنظمة بطريقة صحيحة لترعى هذا القطاع المنتج هذا قطاع منتج واعطاء المزارع حقه واعطاء المزارع حقه يعني نعطيه شي وهو لذلك انا بتأديري انه لا نحن مقبلين اذا احسنوا المسؤولين الاهتمام وتقديم المشاريع للبقاع انا بتأديري انه نحن رايحين الى يعني طفرة جميلة في البقاع انا اتأمل ذلك لكن بدك حكومي وبدك جو اقليمي وياخد وقت الموضوع على كل حال النائب انتوان حبشي عضو تكاتل الجمهورية القوية كان عنده مؤتمر صحة في مجلس النواب وحكي قدم اقتراح قانون بموضوع التنظيم والتشريع وضبط اهم شي ضبط بالاخر بالامور بده متابعة مش موضوع عملنا تشريع انت بي تشريع الحشيش الحشيشي تشريع زراعتها لانه مدينة زراع مضبط لانه هو استعمالها للأدوي بيعطي فرصة للمزارع بالربح اكبر من استعمالها خارج منطق الانون لانه هلأ الدنوم تهريب هلأ الدنوم هلأ بيطلع للمزارع ما يقارب الالف دولار بهاي الخطة ممكن يطلع ما بين الالفين دولار وثلاثة الف دولار بقدم له حوافل ومساعدات وبالتالي ما بتعود فيه تجارة خارج خارج الشرعية يعني ما ما بيعود ما له مصلحة يبيع برات برات المؤسسة الناظمة لانه عم يعطيه سعر لانتاج الدواء اكبر بكتير من سعر التهريب وما الا ذلك لذلك هيدا الفكرة اللي تفضل فيها النائب انطوان حبشي وجريئة يعني لانه فيه كتير من الناس بيقولولك حشيشي لا يا خيمة هيدا شي للاستعمالات الطبية الشرعية وبالمناسبة في كتير دول الفكرة من فكرة لبنانية دول العالم كتير وهلا الدول الكبرى بدون يعطونا حجم من حجم انتاج الادوية يعني فلذلك لايه يجب تلقفها ومش تقاذف الكرة بالعكس ما احدا يقف وجه هذا القانون اللي هو يعني بيجيب قدرة للاقتصاد اللبناني مهم في مقال اليوم وبالعودة اخرت موضوع الحشيشة سامحت الشيخ ولكن بالعودة لموضوع مجرى في بريتال وبعلبك الهرمل للزميل عباس صباغ بصحيفة النهار لماذا تحميل حزب الله تبعات حوادث بريتال وهل العفو العام يؤدي لعدم تكرار هذه الحوادث ركزت عن موضوع العفو العام ولم قالت بالبداية انه هناك من كان يغطي واليوم رفع الغطى لانه بالاخر كان حزب الله او حتى باقي القوى السياسية كمان مهن جزء من هذا العمل بس قانون والدولة وبالتالي مش انه هلأ كانوا مغطين يكونوا هلأ رفعنا الغطى عنكم في خطة اليوم في تواجه لانه الاستقرار متل ما ذكرت هو الاساس يا سيد الكريم ليش الناس هلأ عم تلوم حزب الله ليش رحوا للقاء اللون بطريقة عنيفة لانه هني كانوا يشعروا انه حزب الله كان بوقت ملاوات مظلق لهم مش مظلق لانه هاد القوى بكل منطقة بلبنان مش بس بالبع في قوة على الارض وفي ناس معها حزب الله شو عمل اجا قال لهم لكل شرائح المجتمع اعطوني تأييدكم السياسية وافعلوا ما شئتم لذلك انت بتشوف انه اليوم في نمازج من مؤيدي حزب الله لا تنسجم مع الافكار اللي بيحملها حزب الله يعني في كتير مؤيدين ما اجهل على حزب الله من خلال يعني مباشرتهم لأفكار حزب الله وانما حزب الله قال لهم انه اعملوا اللي بدكني اعطوني ولائكم السياسي وبالمناسبة انه هول الجماعة اللي صارت معهم النكبي هول كانوا عطوا بأصواتهم لحزب الله والنايب حسان الحشاسي ما كان يطلع من عندهم طيب وعلى سفرهم لذلك هني اليوم بحالة الحنق على حزب الله لانه تركهم وحزب الله يعني كتير من المهربين الكبار والاسماء الكبيرة عرفت انه في خطة جدية فهربت لماذا لماذا ما عطيته خبر لهؤلاء انه يفلوا لانه يعني بوسطة هذا شاب عمره 30 سنة الاعلام كبروا عملوا قضية كبيرة بس هو طفل انا بيعتبره وضحية ضحية من ضحايا من ضحايا تخلفنا في يعني تنظيم الحياة الاجتماعية في البقاء انا بتأديري انه توجيه التهم توجيه اللوم اللوم على حزب الله منه يعني غريب لانه هو صاحب الكلمة الاجتماعية والسياسية بالمقال زميل عباس ما بيقول هايك انه ما في مسئولية على حزب الله ولا يجب تحميله لانه بمحطات كتير باكتر من منطقة وعلى مدى سنوات كان حزب الله بالاخر يحصل هذا هذا الامر وبالاخر في الدولة عن تقوم بواجبها مش موضوع تخلى عن الناس اللي هني معه ولكن في شيء امن يبدو يصير لانه كبر الموضوع صارت ظهرة اجتماعية متفشية ليش ما بادرت لتوجيهم ورشدهم اجتماعيا ليش قبلت فيهم فيما مضى وكانوا على طاولات الضيافة ما في ما شفتوا انتوا صور لتجار المخدرات مع مسئولين بحزب الله صورة نوح زعيتر ما بعدها بذاكرت كل اللبنانيين لذلك انا عم اقول انه انه كنت انت قبلين فيهم وما كان يشعروا هني بغربة عن مجتمعهم لما اللي ما كان في خطة امنية هلا لما اللي صارت الخطة الامنية امر واقع طيب كمان يعني حاول انت تقدم بالخطة الامنية مع مع مشروع العفو العام رجعنا للمعادلة لانه لما الجيش بتقوم بواجه بترجعوا بتلمو يعني كمان لما حزب الله يعني كان بدك يوقف معهم ويواجه الجيش لا لا ما حدا بدك يواجه في اسئلة مشروعة في اسئلة مشروعة بنظام القضائي اولا مهمة القاء القبض على المطلوبين مهمة قوى الامن الداخلي طيب هل يعني تقدمت قوى الامن الداخلي وقالت انه نحن مش قادرانين حتى برجع بقول لك ما في بدنا نتعود عشغلي انه ما في حدا فوق القانون لا الجيش ولا الامن العام القانون هو الفصل القانون نحن كلنا تحت القانون العفو العام فيه له الكثير من المراحل هو شامل ام انه لا فيه مذكرات ملاحقة يجب تنفيذها وبالتالي مش كل الناس انا برأيي الذهاب الى التفكير الجدي في يعني تقدم بقانون عفو عام هذا العام لكن السياسيين كيف بيتناولوا بيتناولوا انه هايدي الطائف يمين بديوا يستفيد منها هايدي حصتي وهيدي هايدي شي معيب يعني نحن بحاجة الى شفافية مش ب قبل الانتخابات كل الناس حكت عن العفو العام كل القوى التي تقدمت للانتخابات كل الافريقاء وعدوا بالعفو العام ليش نيموها ليش ما هلا قدموا وين مشروع عنون وين المشروع المقترح بدك شغل بدك مؤسسات بدك حكومة بدك شغل يتقدم وفرجونا مسودة طب اليوم ما في مؤسسات بس تقدم نائب طني حبشي بموضوع الحشي بتشريع موضوع الحشي بيتقدموا لنا بالعفو العام يعني بدون عفو عام لن تاستقر البيئات المتوترة في لبنان ويستفيدوا مننا كل الطواف يعني مننا مشكلة نحن ليش ليش بنعطب الناس اكيد في ناس مظلومين انه كيف تكن تعملوا عفو عام عام وان نحن يعني نحن نحن بدنا نقتص من المجرم انتقاما ولا بدنا نأهله لعودته الى المجتمع ليش النظرة العدائية حتى فلسفة العفو فلسفة القضاء نحن ما عدنا فهمنينا هي ايجابية طبعا ايجابية يتعطى مع المتهم انه انسان هده حتى لو كان مرتكب هده بيضل انسان ليش عنا بيصير بيصير يعني مخلوق يجب وقالا بدون قضاء خلينا نسكر السجون ونسكر المحاكم ونعمل احكام عرفية بالشوارع لكل واحد بيغلط ما بيصير يعني نحن كمان بده الشعب اللبناني يرجع يعيد مفهومه للانسان انه يعني انا ما بسأل مين مات مين قتل كل يوم نشوف جسي هلأ بالسهول منتشرة لانه عملية كانت واسعة وفي كروم وفي بستين معقولي يعني تمرق هاك ما بفي كرامي للانسان لك حتى في اوروبا حتى في كل الدنيا ما بيصير تلو باحتضان وبيقولولك انه طيب ما فيه سوريين عاملين طيب هول ما قلو يعني منهم انساني شو قتلنا نحن حيوان وماشيين نعم لذلك المسائل منا عيبة ولا عم نتحدى حدا ولا بالعكس ومعها خطوات تانية وتمسكين بالجاهل وتمسكين بالقوى الامنية لكن بظل القانون بدون قانون منصير شرعية غاب نعم يعني الوقت شو ايه دهمنا موضوع الحكومة لحد الان فيه كلام اجابي وكان يقال انه هذا الاسبوع قد يكون فيه تكثيف للاتصالات بقى شو متابعتكم شو عندك انا بتأديري انه فيه عقد داخلية نعم وعقد قائمة على فكر يعني اقصائي يعني ما حدا عم يقبل بحجمه الطبيعي وما حدا عم يقبل بحجم الاخرين لانتخابات فرضي حجمه الواضح لذلك العقدة المسيحية المسيحية يعني بد حال انه ما فيه امكانية انك تاخد كل شي اي طرف ما فيه هيمن ما فيه هيمن خصوصا انه هذه معادلة وهون عم بيحكو حكومة وفاق وطني يتمثل فيها الجميع وكل وقت كل فترة بنسمع انه فينا نعمل حكومة معارضة اقلية اكترية كان واضح وهذا الشي ما بيمشي الحال يعني ورئيس سعد الحريري كان يعني واقع وبيعرف جربناها وما نجحت لذلك فيه عقد داخلية تأمل خيرا يعني ببديا فيه حل حالي ان شاء الله هو ده دائما نحن بحاجة الى طرح النظرة الايجابية بس خلي اللبنانين كمان يتنبه انه كمان فيه مشاكل بالمنطقة له علاقة يعني بتأديري متداخلي الملفات المحلية مع الاقليمية وفيه ترقب ومنها مشكلة اذا بقت شهر وشهرين يعني بس المهم انه المؤسسات ضل عم تقوم بمهامة الامنية والمالية والقضائية وبتأديري يعني حتى لو تأخرت بس اخر شي بده تجي بوقت كانت تطول خمسة وستة شهر يعني منها مشكلة رح انتابع معك شيخ عباس الجوهري هذا الحوار القسم الاخير من كلام بيروت ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت مع الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات صحيفة الشرق اليوم اللي جانب العنوان الداخلي السويداء تشيع شهداء الميتان وخمسين ايضا صحيفة الانوار وضعت صورة للتشيع السويداء تودع 246 ضحية سقطوا في الاعتداء الارهابي هجوم لتنظيم داعش تفجيرات انتحارية وايضا هجوم على المنازل والتالي ايضا هي حلقة مما يجري في الحرب السورية ولكن بطريقة مختلفة مجازر يعني اول شي يعني هذه مجزرة رهيبة مع الاسف انه هؤلاء المجاميع للقوى الظلامية اللي ما بيتحركوا الا باجندة مخابرتي يعني اليوم انت مع كل هول هذه المجزرة بدك تروح لتقرأ بعادة لتشوف انت شو ابعادها مين بد مستفيد شو محضر للمنطقة شو محضر للجنوب السوري لذلك انا بتأديري انه المستفيد من هذه المجزرة ليست هذه المجاميع التكفيرية الظلامية وانما المشغل لها والمشغل لها عادة يعني شفنا نحن دائما انه هناك يعني اجهزة مخابرات داخلية وخارجية تستعمل هؤلاء لاخضاع الناس هو يعني انا بتأديري في مشروع في مشروع انه في امن لم يستقر بعد في الجنوب السوري وبالتالي سمعنا في بعض الاطراف عندما دعوا للخروج من الجنوب السوري كانوا عن فكروا بستراتيجية استعمال المنظمات الارهابية لقعادة تثبيت دورهم كضامن للامن انا بتأديري انه مع الاسف انه الدم السوري لازال رخيصا ويجب ان يدفع في كل مشروع وعنده كل تحول نعم سوف نشهد مثل هذه المجازر اللي يعني بنعزي اهلنا واخويننا الدروس في كل مكان نعم اليوم بعد الكلام بعد التهديدات الكلامية بين ايران والولايات المتحدة وصل الامر انه قائد فيلق القدس بالحرس التور الايراني قاسم شليماني هدد ترامب والتزم الحذر وانه حسابك عندي في هذا الكلام وايضا كان الرئيس الامريكي رد بالتهديد في هذا الاطار صحيفة الشرق الاوسط لحتى يكون موضوع احاطة لالو السعودية تعلق شحنات النفط بنتي دار تأمين دولة المليحة لانه سليماني هدد انه البحر الاحمر لم يعود امنا يعني مع الاسف انه دولة مثل ايران لها هذا التاريخ العريق يقودها جنرالات يفكرون بعضلاتهم في ايران في عقول كتير كبير انا بتأديري هذه التصاريح سوف يعني تعجل من انزلاق الامور الى حرب قد لا تكون نتائجها في قلق من مواجهة طبعا طبعا الامور واصلة الى حد كتير متفاقم لذلك انا برأيي الذهاب الى التفاوض هو افضل بكثير من نتائج حرب مدمرة وكارثية ممكن تصير وما بدها مقاربي بطريقة هليودي بدها مقاربي بطريقة عقلانية وانا بتأديري كتير من معارضين ايران يريدون ان يريدون لها ان لا تتعقل وبالتالي الانفجار الانفجار ليس بصالحها والاعتداء على الممر الامن لموارد النافط انه طيب هددونا الامريكان نضرب النقل السعودي انه والانزلاق الى حرب اقليمية منفكرها انه هيني اهوى من الذهاب الى حرب مباشرة مع امريكا كمان هدعاء خفيف لانه سيكون هناك اجماع دولي على تنظيم الممر الامن لموارد نفط تلت احتياجات العالم ولكن العقوبات الامريكية المتجددة والضغط اكتر يطال المجتمع الايراني ويطال ايضا الاقتصاد الايراني وبالتالي قد يصل الى مرحلة موضوع الاقتصاد الايراني والوضع انه قد يكون هناك ردة فلذلك انا انصح بان يكون هناك عقلاء يذهبون الى تفاوض واحنا سمعنا في ايران انه هناك اصوات تطالب بفتح العلاقات والتفاهم مع السعوديين بالوقت اللي في متطرفين يعني يريدون الذهاب الى حفة الهاوية في حرب مدمرة لن تسلم المنطقة منها نعم بهالكلام انا بدي اخطم معك شيخ عباس الجوهري هذا اللقاء رئيس المركز العربي للحوار والدراسات شكرا لوجودك معنا اليوم شكر ايضا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء شكرا